اشتركوا في القناة هل ده كان طبيعي ولا لا ده ظروف خارج الملعب انما داخل الملعب اعتقد الان رحيل بابا فاسيليو ممكن تلاقوه شيء عادي جدا لان كولر اثبت في المباراة دي ان كولر فعلا عنده حاجات كتيرة جدا بيقدمها ممكن كنا اتكلمنا يا اسامة في حتة دخول الاطراف وحاجات اتكلمنا فيها ازاي تحركات اللاعبين دايما الجناحين بيكون للعمق شفنا في المباراة دي لمحات كتيرة من ده شفنا كمان ازاي عبدالقادر وسافيو بيتبادلوا مع بعض حراز الاهداف سافيو بيصنع المباراة اللي قبلها لعبدالقادر عبدالقادر بيردها وبيصنع لسافيو وبتاخد التلات نقط من المحلة وجمهور النادي الاهل اللي كان حاضر بقوة اعتقد المباراة كان فيها حاجات كتيرة جدا بالنسبة لنا ايجابية بتأكيد خلينا اقولك ان احنا كنا بلاقي فريق غزل المحلة وهو وصيف الدوري في التوقيت ده يعني انت كنت بتلاقي فريق غزل المحلة هو في اقوى حالاته عنده حالة من الاستقرار الفني بعد يعني المساعدات اللي تقدمت من خلال ربط الاندية لفريق غزل المحلة لاستقرار المديرة الفني مع فريق غزل المحلة كل دي امور كانت بتقول ان فريق غزل المحلة في افضل حالاته كمان ملعب غزل المحلة ملعب يعني كلمنا فيه كتير جدا مش بيساعد لعبي النادي الاهلي على ابراز يعني افضل ما لديهم الموضوع بيكون فعلا صعب جدا وده مش تقيل على الإطلاق من فريق غزل المحلة أو ناري غزل المحلة ولكن حقيقة ملعبهم من الملعب الصعبة جدا أضف لذلك الجماهرية والشغف الكبير جدا اللي بيكون موجود في مدرجات غزل المحلة بيدي إصارة للمبراء ولكن تحضيرك النفس المبراء ثقة اللعبين ثقة الجهاز الفني هدوء الجهاز الفني اللي بينتقل اللعبين الرغبة في تحقيق الفوز اللي بدأ في الشوت الأول اللي هو يمكن أفضل شوت لعبه فريق الأهلي منذ فترة طويلة جدا جدا في ملعب غزل المحلة اختيار العناصر اللي يبدأ بيها والمفاجأة في بيرسيتاو اللي قدر إنه هو يصنع الفارق في تسجيل الهدف الأول اللي فتح الأمور بشكل كبير جدا وهي دي قيمة إن انت تستغل اللعبين المحترفين يكونوا مؤثرين فيكون الفوز عن طريق بيرسيتاو وعن طريق برونو سافيو بالتأكيد مبراء فيها كلام كتير جدا شوت أول تحديدا قدرت إن انت تحسن فيه المباراة تماما عودة لعلي معلول في مركز الباكليفت وده شيء إيجابي جدا ونقطة قوة كبيرة جدا للنادي الأعلي لأن علي معلول هو أفضل باكليفت من وجهة نظر الكثيرون يعني غير أنا طبعا إنه هو أفضل باكليفت في أفريقيا داخل القارة قدر يصنع الفارق قدر إنه هو يكون الأسست الأول مع بيرسيتاو اللي اتعامل معه من لمسة واحدة الكرة جاية قطرية على طول بيرسيتاو بيسجل الهدف الأول في اللقطة التانية أو في الهدف التاني كان البري أسستي كان أيضا من علي معلول لمهارات عبدالقادر ثم لبرونو أسابيو مباراة انتهت إكلينيكيا في الشوت الأول دي طبعا أرقام علي معلول على الشاشة أنا كمان عايز أخد من حتة انتهتك لأن كان الشوت الأول ده أسامة لأن أنا نفسي يعني عندنا ثقافة إن إحنا نفرح يعني يمكن بقى كتير جدا يا جماعة مننا يبص دايما للنقاط السلبية وعلى فكرة النقض شيء جيد وإن أنت تبص لعيوبك شيء جيد بس ما بقاش دايما بشوف الجزء السلبي بس أنت في الشوت الأول زي ما أسامة شرح لكو أنت حققت كل أهدافك يعني اللي تكلم فيه أسامة هو كل أهداف أي حد من المباراة أنت حققت ده فعليك أن أنت بعد ما حققت أهدافك كان فيه أمور كتير جدا غيرت لعبين وإنت أصلا كنت تبادئ في تغيير مراكز فجماعة أنا بشوف أن أحيانا المنافس بيدي نفسه دافع نفسية يمكن فريس زي مالك خلينا نتكلم على جدول وطبعا المنافس ليك في الدوري وأخد آخر بطلتين دوري هو فقط أربع نقاط من أصل 12 نقطة في الجوالات الأولى فبالتالي مع أول فوز بالنسبة له فوز قوي وفوز كبير وهو بالنسبة له فوز مقنع بدأ يستغله ما بالك النادي الأهلي خمسة فوز متتالي فلازم نبني على ده معلول عودته كانت مهمة جدا معلول بيديني دايما هو كلمة السر في فكرة المحترف هو النموذج اللي بتضرب به يعني إيه محترف وأنا بحس أن الجبهة اليسرى في النادي الأهلي في المحترفين فيها البركة جابها من تحلال يعني جيلبرت ومعلول يعني تحس أن نفسنا هادي فيها كده وربنا نبارك فيها دايما فطبعا معلول لعب إزاي كان حريس يتواجد مع فريقه لعب إزاي عارف أنه يصنع الفارق